موسيقى برنامتنا نتعلم حتى نتقدر هيا هيا يا أطفال برنامتنا فيه جمال فلنذهب ونسمع قولا نتحقق فيه الآمال برنامتنا بغفولتنا حتى من يحقق برنامتنا فيه سؤال فيه جواب برنامتنا يفتح للمرح الأبواب برنامتنا يجدو أمله بجناح نجاح قد وصله أذكارا نتغدى فيه بلقاب فعلا قد جوله برنامتنا فيه للأطفال خطار برنامتنا بجوابك تحقى بهدية برنامتنا فيه أهداف وقضية شاركنا فيه وتواصل بالوجه حتما نتعامل يجمعنا حب وحلام فيها ما طمعا متكامل برنامتنا من شاشة بث ذهبية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى اوبا عبدالله اوبا عبدالله ايضاك ايضاك اقع حد بالبيت يا ايضاك شوف عمو فرحان عنده خبر مننا مننا السلام عليكم عمو فرحان وعليكم السلام احنا رو سلم فالرحمة شو وصحتك يا رو سلم بيك قل لك بشرنا عمو فرحان اشو دقيت الباب على بيته بعبدالله ماك احد يعني هساني قلق عليه بشرنا ما سمعت خبر مننا مننام للبرحة واليوم ماكو لا والله ما سمعت اي خبر عنه ورح لعد والله الله اعلم يعني الظاهر طالعين لا ما اعرف شو من البارحة لحد الان ماكو لا خبر لا وصية السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله عمو فرحان عمو فرحان نعم عبدالله لسه ما اجي ايه ما شفناه ابد ايو والله واني صراحة يعني طبعا كل جضايج علي هاشينو ايو والله ايو والله عمو فرحان راح عبدالله من اعرف وانها سهوت عمو واماب عمو جهة نلقي عبدالله وشو نلقي ابو عبدالله إن شاء الله يلا السلام عليكم مشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته نحن نبدأ معكم حلقة جديدة من برنامج عم فرحان والذي يأتيكم مباشرة كل يوم عدا يومين اللي هي شنية الاربعاء والخميس في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت كربلاء المقدسة والتنويه أيضا مشاهدين الكرام يمكنكم أن تتابعوا حلقة اليوم مباشرة على اليوتيوب بعد أن تبحثون وتدخلون على قناة كربلاء الفضائية مباشرة وكذلك يمكنكم مشاهدة الحلقات الماضية من خلال البحث في اليوتيوب وكذلك متابعتنا من خلال قناة كيتس كربلاء على اليوتيوب يعني تدخل على اليوتيوب وتكتب قناة كربلاء الفضائية ويظهر لك البث المباشر الآن وبنفس الوقت تقدر تدخل على كيتس كربلا وتشوف الحلقات السابقة والحلقة اليوم مفهوم؟ ونشوف صديقنا مهدي نعم يا عمو فرحان السلام عليكم عمو فرحان وسلام عليكم مشاهدينا الكرام سعداء كثيرة نحن اليوم بلقانا معاكم بحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مع عمو فرحان واسمحوا لي أن أخذ من وقتكم شوية في بداية هذه الحلقة حتى نستعرض ونستذكر سوية كارت برنامج عمو فرحان شوفوا أصدقائي الشاشة الآن ظهر عليها كارت برنامج عمو فرحان ولا تلاحظون هناك أسفل هذا الكارت رقم هاتف رقم الهاتف هذا خاص ببرنامج عمو فرحان دعونا نقرأ الرقم بالبداية الرقم هو 07718 1122888 أصدقائي حفظوا هذا الرقم عندكم في تليفوناتكم حتى يصير لكم بإمكانكم إرسال مشاركات والصور والمقاطع الفيديوية والصوتية على تطبيق الواتساب أو التليجرام حفظوا كتبوا علي اسم برنامج عمو فرحان وأيضا بإمكانكم إرسال استفساراتكم أو أسئلتكم وإحنا بدورنا أكيد إن شاء الله راح نجاوبكم من خلال الواتساب على هذا الرقم حياكم الله وهلا بيكم أصدقاء المشاهدين وأحب أن أؤكد على نقطة مهمة جدا وهي اللي يريد يصير من أصدقاء البرنامج عليه أن يخزر رقم البرنامج اللي هو 07718 مكرر واحد مكرر اثنين مكرر اثمانية وإن يخزنا في رقم هاتفه ويراسلنا ويراسلنا عن طريق تطبيق الواتساب حتى شنو حتى يحصل رقم اشتراك بالبرنامج ضمن قائمة أصدقاء برنامج عم فرحان يراسلنا مو اتصال على رقم البرنامج اللي ذكرته لكم والآن أترك اللي أنه طبعا نعتدر ما نقدر نجاوب تدرون بلت مباشر والآن أصدقاء الأعزاء أترك الحديث إلى حزين شكرا أستاذ أحمد أصدقاء الأعزاء اليوم حضرناكم فقرات جميلة جدا تخبروا إن شاء الله تنال أعجابكم طبعا نحن أصدقاء الأعزاء نحاول نكون قريبين من أصدقائنا الأعزاء و أطفالنا الكرام من خلال فقراتنا اللي نسلط بها الضوء على أغلب المشاكل التي تخص الطفل شو تقول سعيد صحيح حزين مشاهدين الكرام إذن إن شاء الله نبدأ معكم برنامج الطفل الجميل إن شاء الله اللي هو برنامج عم فرحان اللي نحاول وبرنامج العائل أيضا اللي نحاول بي دائما نسلط الضوء على مشاكل الأطفال و إن شاء الله قدر الإمكان نجد لها حلولا ناجحة إن شاء الله تعالى و إن شاء الله تستمتعون معنا في البرنامج أصدقائنا المشاهدين نعم فقط للتذكير و التنويه أننا وعدناكم في الحلقة السابقة أننا سيكون لنا حديثا عن الأورار النفسية المترتبة على الطفل من جراء طلبات الأهل من الأولاد أشياء ربما تكون أكبر من طاقتهم و بهذا ما شاهدناه مع عبد الله و أبو عبد الله ولكن اسمحونا الآن يعني نبدأ بفقرة ندى الرحمة و مثل ما شفته سعيد و حزين أيضا الآن مع ندى الرحمة عند المصيبة عندما يسمع الإنسان حسن بخبر مؤلم بخبر مؤلم أو تحصل له مصيبة يشعر بالجزع والحزن الكبيرين لكن المؤمن لا يجزع ويتوجه إلى ربه ليساعده في مصيبته و عندما سمع حسن خبرا مؤلما قال لا حول ولا قوة إلا بالله و ردد هذا الدعاء اللهم إني أسألك بحق محمد و آل محمد أن تسلي على محمد و آل محمد و أن تنجيني من هذا الغم ترجمة نانسي قنقر عبد الله و ليدي ليش راح توعفتني؟ جدت الشهادة و ماتك و التناجح و أريد أفرح و إياك و ليدي عبد الله ديت راوالي وجهك على باب المدرسة و ليدي ليش يتش ليش إسا إسا يعني شو راح أطبلي البيت شو يقول هل ما عبد الله ما أقدر أطب ما أقدر والتمو شون شون دادة شون اللي حقولي اللي حقولي أخي آب عبد الله شوف درجاتها شحلاتها يوم اللغة العربية ثمانين طال علبو الرياضيات خمسة وسبعين يعني ما بين بين الاجتماعيات تسعين يعني شنو عليها ضبط أنا اجتماعي تدرون بيا كنكم تدرون بيا الرياضة مية علمية أخوة تدرون بيا محترفة getting مروحة واني thrilled اللغة الإنكليزية ستين هاي معا لي ايه هاي شوي أخلي لامدرس بيا لماذا میشا عبد الله بيا ولي يدي عبد الله اخي يا بيا اخي شلوم بيا شلوم عبد الله ولي يدي ليش عرفي devamadow عامب عبد الله عمب عبد الله إهدئة أهدئة أهدئة أهدئ أهدئة أشوي يا عمّا أبد الله لا تبكي إيش جاك أنت عبد الله ابنك ابني يا عبد الله عزيز صديقي بس تبشرني نقعد عمّا أبد الله عمّا أبد الله بشرني بشرني عبد الله لقيت الأولار لا تبكي كافي بس أنا أحير بك أحير بروحي اندخلنا سويا دادة راح تيام عمامة ما أكو راح تيام خوالة ما أكو المشكلة أشلون هسا طبليل بيتاني و عبد الله مو يا أشلون لقيتها أنا أبو الحل بعد اسم الجديد أبو الحلول أبو الحلول نشوف لي هسا الحل مؤتفين قوم خندوّر على عبد الله بشارع الأصدقاء يلا بارك الله بكم يلا حبايب فدوا القلبة ترجمة نانسي قنقر 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 أعتدد верب احنا نكون واضحين وياك. ايه. احنا دورنا بكشارة لاصدقاء. ايه. بس بس عبدالله ماءكم. مصروجكم. بتقول فصبر حداب. دادا مصروجكم صوت شاء اللي قلت لكم روحوا. شوفوا ليوا. هو اكو واحد يدور. جوه الكرويتات. جوه الكبنك مان محل. جوه المجلات. لا تعالوا خموا بجيوبي. خافوا هنا مظمون. تعالوا. شوفوا وينه. عم فرحان. عم امو فرحان الحقلي تعالوا ذول من يبي سعيد وحزين يش ترى علي تعبان وده دور على عبد الله وهذول قاعدين اقفو 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 لا اله الا الله والله فطرت قلبي بهالدراما الحزينة مالتكم امو فرحان اقل شبت مشكلتي عمو فرحان شفت وصار بي الله يكونوا بعونك الله يكونوا بعونك ان شاء الله ان شاء الله سهلة تلقوصها ما تقول لهم ورايح شون هالدراما الحزينة اللي انتوا طابين بيها طابين بمود حزين مو طبيعي شكوا دادة دادة فرحان اوليدي عبد الله اوليدي عبد الله راح من نيدي ورا يرجع يا ابو عبد الله يرجع شون يرجع انت متعرف عبد الله اوليدي وداعتك بس ارجع توب لا راح اقصي عليك ولا راح اصير عصبي vuelta BUR انت شمعت البيت اشلان يعني شون يعني شا شا استغني عنك كبس ولو انتي بتعاني بستعاني بتعاني بعد Lego شيع ولي عليك عبد الله ولي يا imma عبد الله زين انت ليش اتش خوافته؟ بس انا مو قصدي اخوافه اصغير من حرصي زايد علي يا عم فرحان اه وولي ادي عبدالله انا اعتذر انا خوافتك ودمرت نفسيتك بس تعال ارجع اذا انا اصلا اهم شيء انت صحتك وسلامتك وانت نجحت والله انت نجحت بس تعال وولي ادي يعني بعدما تصيح علي وتهددني؟ لا توبة اذا اهددك شون اهددك؟ غير تشمع البيت اللي تضوي بيتني ولو انت دمرت السويتشات والكهربا فدوا اليك الوايارات تقطعن فدوا اليك شارع الاصدقاء اظلام هدويلك دادة بس حرم بس حرم ايه والله انا اشهدلك طفاننا الشارع كلنا من الاليف لليالي اوهينا عبدالله والله خطي يا أبا عبدالله أبا عبدالله أبا عبدالله تقدر تباوع وراك شاكو؟ يشي باوع ورايا؟ هم سالفة سعيد وحزين باوع وراك وخميت الدنيا كلها مالية عبدالله زين عدي سؤال زين واذا ما نجحت هم ما تخليني أدخل بشارع الأصدقاء وما تطبوا ابني للبيت؟ أفعليك أول يادي صدق تحشي يا معوداني أشياء قوياك انت بستعال توبة انت بستعال وشوف أساني شون أتغير تجاهك ودعتك والأيدي صدق تحشي شذيب زين وقف وقف هذا صوت عبدالله صوتك اذنية يا ناس يا عالم صدق شذيب واذا اقول لك اكون مفاجئة واقفة وراك تقدر بس تلتفت وراك ما قلت لك ذي كسا وما سمعت كلامي أبويا أبويا أبو عبدالله تلاقى وتلاقى تلاقى وتلاقى يا أبويا غير ادرب النتيجة ناجي غير طالع عليك غير طالع على أبو عبدالله في دول قلبك وليد عبدالله في دول قلبك دباوة رافع راسك والله شوف من موقع لك مرشد الصف استاذ أحمد الله والنوب مدير المدرسة حمز الحديدي مع الشدري حمد الله وشكور إلهي حمد الله وشكور هستتراض علي طبعا انا مش شفت هاي درجاتك والتهديد لا طبعا هذا بعد أبد مو ثومي ما ضدك أبد انت بس شنو اسمع كلامي شوية فدوها القلبك شامع كلامك التشبكات بيه أبويا فدوها القلبك بعد لا تعي في البيت ما يصيب واصل للصف ترى ما يصيب هاي شنو عبدالله إجي الغلد الضائع الحمد الله على السلام عبدالله هاي شنو هاي حمد الله مبارك عليك النجاح حطينا النتاج والتماكو ليش سوته يا أبو كيتي ليش مخطيه هاذا على الساعة وينجنر زين ايه والله الحق لنا استاذ احمد استاذ احمد الحق لنا دخلونا بدراما حزينة خلونا كنا نبتي لا 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 استاذ احمد أرجوك بعد لتح شوية ما يسير لا لا خليه براحت استاذ احمد أترجعك أسوي اليدي عبدالله ما شاء الله ونجح على ايدكم ورحم الله والديكم انتم المدرسين بمدرسة المعرفة ما قصركم يعني نسيت من البارحة واليوم تسوى بيك ميهم ميهم لا تحمل وداعتك بس المهم هو يستمر بشاطارته اذا تسمح لي ابو عبدالله ايه اريد اقول لك فالشي سؤال من خلال اللي صار من البارحة واليوم السبب هو انت ابو عبدالله ليش؟ لانه انت بديت تستخدم اسلوب التهديد والوعيد حتى ينجح عبدالله وهذا شي مرفوض ثانيا يا اخو يا ابو عبدالله والاحشاية اللي جمعين انه انت بشهر مرة مرتين ثلاثة وانت قريب على المدرسة هاي خطوتين عليك المدرسة تابع ابنك قول يا ابو هنانش تسوي هنان ما تسوي كدا كدا مو منتج النتائج ليش رسبتو هو احنا ليش رسبنا لا اظن اذا المتابعة وحدة من اسباب النجاح يا ابو عبدالله وان شاء الله هذا عبرة وتجربة نستفاد من عدها زين؟ شو تقول يا عمو فرحان؟ صحيح استاذ عحمد اضم صوتي لصوتك ليش؟ وبعالي المناسبة اسمحولي ان اطلب من صديقنا مهدي ان يقراننا شيء من اختياره بهذه المناسبة السعيدة وهي نجاح كشارع الاصدقاء تدلل عمو فرحان وانا ان شاء الله تحت طلبكم وطلب جميع الاصدقاء الشطار حتى ان شاء الله من بعدها نذهب انا وياكم سوية ان شاء الله لجلسة عمو فرحان نقعد هاي الجلسة الجميلة ان شاء الله جاهزين ترددون ويا يريدكم ان شاء الله كل احنا ويا وجه السمة تغير والعالم ستبشار اشرق بدرطاه بالمبعث تنور بالمبعث تنور بالمبعث تنور بالمبعث تنور يلا ارتي العمر شمعه نهديها للمختار بمبعث الدينية شعت علينا نوار منها الاسم لفظه تتفايض الاسرار طير العشق رف راف جنحانه على قطار جنحانه على قطار يلا حق المحبي سهر ليلة بثهنا يلبر حق المحبي سهر ليلة بثهنا يلبر هام بعشق طاه مجنون واتحيار اشرق بدرطاه بالمبعث تنور بالمبعث تنور وصلى 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 نبي نشقد وقف قائم وصلى اريد اليوم امشيله وصلى وصلى وصلق العبيد الكفر كله واصلى وصلى نبعث هالليا لهادي الجاهلية الله محمد رب يديم الفرح ان شاء الله علينا شكرا لكم جميعا نعم شكرا لصديقنا مهدي والان ننتقل الى فقرة جميلة وهي صور الاصدقاء شمرحتهم من بعيد الان مع صور اصدقاء البرنامج شكرا على صوت وَالل arising ... وَال instantly اكثر اشتركوا في القناة 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 بعد الانتهاء من التخطيط ننتقل الى التنوين اشتركوا في القناة 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 مشاهدين الكرام وبعد رحلة جميلة من فقرات برنامجكم هقد وصلنا الى فقرة تمزج بين الفرحة والمتعة والحماس في آن واحدة وهي فقرة اتصلوا الرباح كونوا جاهزين لالتلصال بنا في فقرة اتصلوا الرباح ومن بعد الفاصل إن شاء الله الآن اتصل واربح العلم سؤال وجواب فلنتفكر يا أصحاب العلم سؤال وجواب فلنتفكر يا أصحاب حين نحاول حين نجرب فلنتفكر يا أصحاب هذا لون وهذا لون أصدقائنا جاهزين لإستقبال إتصالاتكم ونجعلكم مجاهزين حتى نستقبل هذه الإتصالات بإن شاء الله الفرحة والمتعة وأول إتصال سنطلق به من محافظة كربلاء المقدسة ونرى من أصدقائنا يتصل بنا فاطمة من كربلاء السلام عليكم يا فاطمة عليكم السلام مرحبا فاطمة، كيف حالكم؟ الحمد لله دوما إن شاء الله اسم بابا شنو بيأصف؟ الثاني متوسط اسم بابا شنو؟ الثاني متوسط ما شاء الله واسم بابا شنو؟ فاطمة حيدر فاطمة حيدر من محافظة كربلاء المقدسة فاطمة حيدر تحضريني للسؤال اللي راح يظهر الآن على الشاشة السؤال إن شاء الله راح يكون سهل وحتى ذا كان صعب وإن شاء الله نجاوبون عليه السؤال هو شكل بالحروف خلينا نطلع عليه موسيقى ظهرت عندنا السؤال راح يقرانه يا صديقنا حجين السؤال يقول الإمام عندنا أهرف عين لام ياء نون باء حاء ياء سين لام ألف نون يلا شكلينه شوفوا السؤال عام ونصر أسهل شوية يلا خلينا نشوف السؤال السؤال يقول شكل من الحروف أعلى اسم إمام معصوم يلقب بسيد الساجدين ما شاء الله سيد الساجدين يلا فكروا جوي إمام من العابدين أول من الفراغات الموجودة أو الأحرف الرجل الأحرف إمام علي 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 ابن أول الإمام هو اسم الكامل ما اسمه؟ اسمه واسمه والده الإمام علي ابن حسين علي علي ابن حسين علي هل تعليش نشوف تجاوض على الشاشة؟ إن شاء الله فعل الجاب صحيحة أسمي إن الجاب موفق وصحيحة لفنات الموفقية والنجاح يا رب إن شاء الله تكونين من الفأزين إنتوا كل الأصدقاء إن شاء الله يلا استقبلوا تصالات السلام عليكم إلى محافظة بابي السلام عليكم وعليكم السلام شلو الإسم الكريم؟ رهف الشير شون؟ رهف صبار رهف صبار رهف صبار رهف صبار من المحافظة بابي الحبيبة رهف يا صف؟ ثاني شون؟ صف الثاني ثاني 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 ابتدائي لا متوسط؟ ثاني ابتدائي ثاني ابتدائي راح نطيج سؤال كلش حلو وسهل إن شاء الله عدت مشاركة يا تريدين سؤال؟ مشاركة يالله نسمع شون؟ 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 وسأفضل jump شون؟ شون؟ جيدًا من دول سؤال؟ شون؟ 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 ما فشون؟ شون؟ محمد من سؤال، من الأهواز شون؟ شون؟ سؤل، سؤال، سؤال، repeat حالك؟ رابع ادادي رابع ادادي كل تفاقه أكد العالم هناك شؤache هو Имام معصومل مدفون في إيران هل في أي مدينة وهما اسم الإيام؟ ايه؟ ماذا كلام وشر hope هل في أي مدينة مدفون Depois ما الشيء؟ لا في أي مدينة مدفون في إيران؟ في مجهد شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً وتمنى ترون جميعاً أصدقائنا دعنا نحصل إتصال آخر ونرى من الأصدقاء تصلوا إينا هبة من البصرة السلام عليكم يا هبة السلام عليكم هبة هبة من البصرة السلام عليكم إينا الأولى موجودة هبة تسمعينها هبة هبة صلاح من البصرة للأسف هبة مو وإنا ونسمعنا إن شاء الله تعود الإتصال حتى إن شاء الله تشاركو إينا فاطمة من كاركوك السلام عليكم يا فاطمة السلام عليكم أهلينا مرحباً السلام عليكم مهلاً فاطمة شلونكم فاطمة شلون كاركوك دوماً إن شاء الله ربي عفوضكم إن شاء الله أهلينا جميعاً بأصرف أنت صديقة نوشن وسم بابا أول أبتدائي أول أبتدائي جميل ما شاء الله واسم بابا شنو؟ مقداد معصر ما شاء الله اسم بابا مقداد ربي يحفوضكم إن شاء الله صديقتنا زين جاهزاً لسئلة سؤال؟ جاهزة يا الله جاهزة زين هذا اللي الآن خلفي صاير اللي شكله خشبي شنو نسمي هذا عندنا؟ جاهزة بابا أم شباك؟ جاهزة 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 بابا شباك بابا بابا كيفية شكراً حاولتك شكراً حسيراً نتمنى بشتاك الموافقية والنجاح والفوس في برنامج عم وفرحان باي 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 شكراً رزيلاً تعياتنا انتصال لآخر سلام عليكم رهف من كربلا سلام عليكم رهف علو 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 رهف شونيت علو رهف طبعا اتصالاته هواي وزخم الحمد لله رب العالمين نعم رهف شنو اسم بابا وبياصف انا اسمي مضمو منظر رهف شفين بالراس شوان شوان رهف شفين من كربلا رهف شفين من كربلا رهف شفين من كربلا بياصف بالتوفيق ان شاء الله واجه شون صفر رابع صفر رابع ماشاء الله يلا تحذروا نفسك للسؤال وخليشوف السؤال سواء السؤال يقول هو السؤال عبارة عن أربعة أحرف حرف السين والوا والتاء والنون خليشوف السؤال على منتسهل المهم عليك أكثر وخليشوف السؤال السؤال يقول شكلي من الحروف أعلى اسم دولة عربية تقع في قارة أفريقيا تمام أربعة أحرف شون ركزي ركزي في قارة أفريقيا ركزي عدل في قارة أفريقيا أفريقيا شون أفريقيا لا لا شكلي دولة دولة عربية تقع في قارة أفريقيا سعودية شون لا مو سعودية بق بق أكوتاء واو ونون وسين جمعيني جمعيني تونس 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 دعنا نرى الجواب لا أحسن 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 شكرا جزيلا أحسن صديقتنا إن شاء الله لنفوز والنموفقية يا رب أفضلي حزين ألو السلام عليكم ألو حمودي ألو السلام عليكم السلام والحمد الله أهلا وسهلا أهلا بيك أهلا بيك أهلا حمودي محمد الحصان أريد أن أرىك بالتبذونة جميل نحن لم نرىك نحن نرىك أنا مشاركة أهلا حمودي أسع عليك يا فتا ماذا اسم بابا؟ زين ماذا اسم بابا؟ محمد أحسان محمد أحسان ماذا اسمه؟ محمد أحسان هو اسمه محمد أحسان حمودي سمعنا مشاركتك بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإلاس القريش إلاسهم ورحمة الشيطان والصيف فلياتي ربه هذا البيت الذي أقامهم الجواء وآمرهم وخوط جميل صدقاء ناري أكيد إن شاء الله شكراً لخلص مك القرآن ويبعد صديقنا الشكر شكراً إليك شكراً لكل أحب الأصدقاء نذهب لبابل ونراه من الأصدقاء وصل الآن السلام عليكم عليكم وعليكم السلام أهل له مرحباً من ويانا؟ حسين علي من بابل حياك الله وأنت بابل وأنت حسين بالكفل ماشاء الله بيحفظكم جميعا نهارين في محاولة بابل العزيزة صديقنا بياه صف انت صف الثالث صف الثالث ماشاء الله زين متحضر للسؤال لو ما متحضر متحضر عافية اذا نشوف السؤال على الشاشة زين بالبداية اي فاكهة تحب انت اكثر فاكهة تحبها برتقال البرتقال ماشاء الله ليحتواها يلا نشوف السؤال بلكت ان شاء الله على البرتقال ان شاء الله ايضا مشكل بالحروف صديقنا الشاطر عندك ستة احرف اول حرف هو اللام والنون والالف والخاء والفاء والتاء المدورة عفوا واللام شنو تشكلنا من هذه الاحرف خشوف السؤال على مصدر اسهل شوي امو يلا يلا السؤال يقول شكل من الحروف اعلى اسم شجرة ثمرتها تم شنو اسمها ستصال شوال اسهل نخلة النخلة نشوف الجواب يعني شون نصول هسه بالفصيح النخلة نشوف الجواب على الشاشة نشوف الجواب على الشاشة السلام عليكم فضولي جاهز السؤال يلا السؤال سهل أخوك أخوك هما تريد يشارك مو ان شاء الله يشارك شو سمع أختك سورة شنو سورة سورة أسانة الثلاث تكون بسؤال واحد وتعاونوا بي بإجابته يلا وافتياراتكم ستدخلون للقرأة هيا؟ اتفقنا؟ يلا نشوف السؤال على الشاشة السؤال يقول عندنا أهوال حروف اسمع سين ألف نون ألف نون ألف لام ألف أخوة تصرف ألاف تلاف شوفوا السؤال أنا نصر أسها مشكل من حروف أعلام اسم فاكهة تنتهي بحرف السين الأنناس الأنناس أحسن نشوف الجواب على الشاشة يلا أحسن أحسن سعيدكم سين راي دخلين بالقرأة كل التوفيق يا رب إن شاء الله تفوقوا جميعا يا سعيد باشر في جراء القرأة ايه والله اتصالاتوا يعبرونا أصدقاء العزاء بنفس الوقت نشكركم لتصالاتكم ونشكر جميع الأصدقاء المتابعين وأكيد الشكر موصول لكل الأحبة اللي في صفحات التواصل الاجتماعي اللي يصممون بتصاميم جميلة لبرنامج عمو فرحان كل الشكر والتقرير لكم جميعا لا لا كله لا يصممون نحن بس يلا نشوف من الفائز الفائز هو محمد إحسان محمد إحسان محمد إحسان محمد إحسان محمد إحسان من مدينة نوارة أملاك السياحية في محاولة كربلاء المقدسين اتمنى لكم إن شاء الله الفوز والمنفقية والنجاح دوما أصدقان كل يدكم هذه التصالة أو انتقالة لي عمو فرحان خلينا نشوف شاي نقول نعم شكرا جزيلا لكم ومحظا سعيدا لكل المتسابقين والفائز مشاهدين الكرام كما وعدناكم سنكون داما معكم خلال فقرات منواعة إن شاء الله لكل أصدقان الحلوين ونبدأ مع فقرات جميلة وهي مشاركات الأصدقاء موسيقى الآن مع مشاركات الأصدقاء موسيقى 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 يا ذرو يا ذرو تحظه سبحيني السبحيني يا عزم ها يا عيطاتي بيل بي اسمع لاحا تقربين عيوني حلو اخذ مين عين الظهر وشي بي تشوني اش مانا باللي الحسرة تنغني بتوني اش مانا باللي الحسرة تنغني بتوني تنغني بتوني من هو ضر موتتي بغم الزجية من هو ضر موسيقى 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 شكرا لصديقنا البرعم الجميل نعم واتمنى من سعيد وحزين ايجون يمي جيناك جيناك عمو فخار اتفضلوا وعدنا فقرة حلوة وجميلة بس اقولكم ان شاء الله اشكر صديقنا علي رضا على هذه القصيدة الجميلة بصراحة يعني اظهرنا بها طبعا القصيدة كلش خلوة صديقنا علاوي دائما علاوي مشاركاته كلش خلوة ها حذني داخلات مسابقة وافضل مشاركة سيحصل على جائزة مقدمة من شركة اسيا سيل ابعثونا يبعثونا هذه المشاركات على الواتساب ايه طبعا اصدقان العزاء اي واحد يشوف ادى القدرة ان يشاركنا مشاركة حلوة وجميلة يصورنا اياه فيديو وتزلنا على رقم الهاتف رقم هاتف البرنامج الخاص الهي 077111222 077111222 ونحن ان شاء الله سندخل المسابقة ونشوف هي الأجمل وأكيد يكون الجميلات ولقطات لطيفة الله وتعليقات مثمرة جميل أعشرهم في الكلمة نسيت المهم الآن نشوف لدينا أول مشاركة من أصدقائنا السلام عليكم عم فرحان نحن أصدقاء البرنامج أهلا وسهلا اللي هم زيد وأحمد يقول السلام عليكم أنا كلش أحبكم هواي هواي وأتمنى أجي يومكم أحمد حيدر من بابل الكفل أهلا وسهلا بكم ها هي صورهم بس دعنا نعرف صورهم أهلا وسهلا بهم أصدقائنا حلوين أحنا وسهلا بهم وهذه الصورة الثانية ما شاء الله الله يحفظهم إن شاء الله عندنا مشاركة ثانية سلام عليكم يقول هذا صديق البرنامج اللي هو برنامج عم فرحان يريد يشارك في صور الأصدقاء السيد عباس علي من دولة فنلندا أهلا طبعا هاي الرسالة هستو وصلت ساعة من أربعة واثنين وخمسين دقيقة جميل جميل هذا سيد عباس علي من دولة فنلندا جميل إن شاء الله ستدخل بالمسابقة وإن شاء الله يكون الفائزين يا رب إن شاء الله طبعا عندنا رسالة ها تمام ستقول السلام عليكم العفو ابن محمد فاز بالقرعة من دولة ستلم الجائزة أحلى من بغداد أي قرعة قرعة مالة اتصلوا لأرباح محمد أحسان نوارة الأملاك السياحية تجون إن شاء الله وتروحون لنوارة الأملاك السياحية في كربلان المقدسة مدينة ألعاب جميلة إن شاء الله وتتسمتعون بأجمل الألعاب آخر مشاركة عدنا من صديق البرنامج السيد سيف الصافي يقول السلام عليكم تحية إلى كادر برنامج عم فرحان كلهم بدون أي استثناء خصوصا أبو عبدالله تحياتنا للممثلة الجميل سيف الصافي ألف تحية يقول أنا وأولادي نحبكم هواي وفدوا القلبكم وتخبضون فدوا أروح لكم كلكم إن شاء الله طبعا هو ما دعا صار أصور ولدي نعم لا عرف ما أعرف سيد سيف دزلنا أصور يلعا خلينا ن LG تختم تعالמעно كلكم هنا تعالوا 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 رب عبدالله صاد إحمد رب عبدالله استريح عبدالله س بإ Waalaikum بإسلام السلام عشаться TO más رجاجي السلام عليكم صلى الله يبقدش عبدالله فرحان يليس بإيها ينام يصفي طبعا طبعا أول مرة بحياته يطلع ناجع أصدقائنا الأطفال إلى هنا تأتي حلقتنا لهذا اليوم على المرأة اللقاء بكم وحلقة توجده إن شاء الله كنا سواء كنا سواء أصدقائنا اشتركوا في القناة